موسيقى أنتم دائماً على قناة الجزائرية وهذا برنامج المجهر مشاهدين وفاضل مرحباً بكم اليوم إذن في برنامج المجهر سوف نتطرق إلى دور صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إذن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل إذن نسيجاً هاماً جداً في السلسلة الاقتصادية لكل بلد أو لكل بلد ربما يريد الخروج من القوقعة التي يقبع فيها خاصة إذا تعلق الأمر بالإنتاج المتعلق بالمحروقات وأنا اليوم أسعد بصفة سيد خالف عبد الرؤوف وهو المدير العام لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أهلاً وسهلاً بك سيد خالف إذن تماشياً مع الأزمة الاقتصادية الحالية نتحدث عن انهيار أسعار البترول وربما استراتيجية مسطرة حالياً من طرف الحكومة وهي المتعلقة بتنويع الاقتصاد ما هي ربما التحفيزات والتسهيلات والإجراءات التي يعمل عليها صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم من أجل تنويع الاقتصاد ومن أجل الدفع بهذا القطاع المتعلق إذن بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيد خالف شكراً بسم الله الرحمن الرحيم نشكر قناة الجزائري على هذه الدعوة الكريمة حقيقة الاقتصاد بادي المحلوقات هو الاقتصاد يقوم على نسيج قوي لمؤسسات صغيرة المتوسطة كما تعلمون أنه مؤخراً تمت المصادقة على قانون توجيه جديد لمؤسسة المتوسطة كانت قدمت به وزارة الصناعة اللي جعل أنقاض قانون كان قبله وخرج في 2001 فبعد 15 سنة من تطبيقه بنت هناك بعض المعويقات وبعض العراقين اللي كان لازم أننا نجاوزوها حتى الصندوق دمى القروض المؤسسة المتوسطة هو صندوق اللي يجاب بناء على القانون الأول تا 2001 فبعد مصدر القانون التوجيه الجديد احنا كنا ملزمين باش ننكيف القانون الأساسي تح الصندوق مع القانون التوجيه الجديد للمؤسسة المتوسطة وهذا التعديل تعلق القانون الأساسي رح يسمحنا باش نزيده في صلاحية الصندوق رح نزيده في تدخل الصندوق في مرافقة المؤسسة المتوسطة وأهم تعديل يخص هذا الجانب هو أننا من قبل كنا نرافق قروض الاستثمار فقط يعني لما يجي مستثمر عنده مشروع استثماري ويروح البنك وعنده 30% على مشاركة و70% على القرد من قبل البنوك لما المستثمر يطلب قرض يقولوا ما هي الضامانات العينية اللي رح يقدمها للبنك فهناك كثير من المستثمرين لأنهم مش ضامانات يقدموها يعني فالدولة وضعت هذه الألية باش الناس اللي عندهم هذه المشاريع يجيوا للصندوق ضامان القروض يدرس ميلة في التحميل كان المشروع التحميل يستجيب المجموعة من المعايير لينذكر منها خلق القيمة مضافاة القضاء على الاستيراد مثلا خلق مناصب شغل تطوير المناطق المهمشة في الجزائر فنعطيه للضامانات عينية بفضل ضامانات عينية يقولوا ما أنا ما عنديش صحة ضامانات عينية مثلا عندي ضامانات عصندوق ضامان القروض اللي هو ضامان مالي يعني حتى البنك رأي يكون فيه أرياحية أنه البنك من قبل لما يدي ضامان عيني نهاري يسرأي فلس على المؤسسة يزم يبيع هذا ما تتم رحلها ومشي مسهل أنك تبيع فإحنا الضامانات عنا هو ضامان مالي وبداية من 2009 في قانون المالية أصبح ضامانة الدولة الجزائرية فالقانون الأساسي جديد إضافة لهذا الجانب رح ينغطي وكذلك القروض المتعلقة بالاستغلال اللي كانت كبير في تطوير المؤسسات المتوسطة فكثير من المؤسسات دوا قروض شروا تجهيزات ولما جوي لحقوا النشاط وقع لهم مشكلة للماتير بريمير تعليق إشبرواتاتيون فإحنا في المستقبل رح ينضمناه في قروض الاستثمار ونضمناه في قروض الاستغلال المتعلقة بالاستثمار فهذه أهم الأشياء اللي جابيها القانون الأساسي الجديد هناك نقطة أخرى أنه الصندوق ورح يقول لي بإمكانه أنه يسير للغير صناديق أخرى مثلا إلا كان قطاعات حكومية حابة تخلق صناديق ضمان ولنقدروا إحنا نسيرهم جيسيون فور كونت تسير لصالح الغير باش نوضعوا رأس ما الخبرة اللي عندنا منذ 12 سنة وإحنا نعملوه نوضعوه في صالح الاقتصاد الوطني في صالح المؤسسة غير متوسطة طيب إذا خلال سامة 2016 سيد خالف ما هي الكتلة المالية ربما التي ضمنها الصندوق يعني كقروض قدمت للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة هي باش نعطيه أرقام لي تعبر على النشاط اللي قام به الصندوق نتكلم عن الصندوق منذ تأسيسه في 2004 نعم 2016 رافقنا حوالي 2000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة اللي سمحت باستثمار 150 مليار دينار جزائري 150 مليار دينار هي حوالي قريب مليار و300 مليون دولار يعني شوفوا القيمة المالية اللي استطعنا من خلالها من خلال ضمان تعنا أننا نرافقوها وتستثمر مثل هذه الأموال فرح تخرق كذلك حوالي 60 ألف منصب شغل نشوفوا كذلك الأهمية اللي يديرها الصندوق لحد الآن متوسط عدد المؤسسات اللي في كل سنة نرافقوها هي 300 مؤسسة في مختلف النشاطات الاقتصادية بتنوعها يعني خاصة اقتصاد المونتج أنا كل ما هو تجاري بحت ما نضمنوش فيه نضمنوش في الاقتصاد المونتج نعم فكل المشاريع اللي عندها خلق قيمة مضافة خلق مناصب شغل يمكن أننا نرافقوها وفي 2016 قلت لك أهم القطاعات اللي سافدت من ضمان هي قطاع الصناعة قطاع التحويلات الفلاحية يعني الأغرالي مونتير وقطاع الخدمات كذلك وقطاع السياحة اللي رأيه جاء بقوة في إطار الضمان تعنا لأنه قطاع ذو أولوية كما تعرفوا الحكومة في البرنامج الخماسي تعف خامة رئيس الجمهورية كان خمسة قطاعات لهيادات أولوية عن الفلاحة الصناعة السياحة التكنولوجيات الحديثة والخدمات طيب ما تنطرق عليها بعد قليل لكن يعني بتحديد أو بمزيد من التفاصيل يعني كما قلت الصندوق يرافق تقريبا سنويا ثلاثمائة مؤسسة صغيرة ومتوسطة ما هي نسبة بقاء هذه المؤسسات على الحياة ينتحدثها ثلاثمائة يعني التي تنجح نقول عنها أن مؤسسات ناجحة وربما عن نسبة فشل هذه المؤسسات نعطيك رقم يجاوب لك بكل صراحة على هذا الجانب منذ تأسيس الصندوق بداية الأعمال ألتعوا في ألفين وربع يومنا هذا على حوالي ألفين مؤسسة كانت خمسين مؤسسة فقط لأفل ست يعني ألف وخمسمائة مؤسسة لا لا ألف وتسعمائة وخمسين مؤسسة خمسين مؤسسة فقط فنسبة الخسارة عن نارة هي للإفلاسة في حوالي ثلاثة بالمئة فقط في الخارج في أوروبا رأي خمس وعشرين بالمئة دارينها وهذا راجع لأننا دراسة ملفات لما يجينا المؤسسات نحاول أننا نكون موضوعيين إلى أقصى درجة ونحاول أننا نرفق حتى المستثمرة يعني بعد الآن يجيك المستثمرة بمشروع مثلا عشرة مليار سنتين لما يجي نحن نصحوه ونقوله من الأحسن ندير مشروع بخمسة مليار وبعدين نروح ندير توسيعه ونعطيك خمسة وعشرين مليار ما نعطيكش خمسة مليار فقط فبالتالي هناك مرافقة وهناك علاقة مع أصحاب المؤسسات لأنه في المهام تحصدق كذلك ونقول الأساسي الاسسانس تكنيك المرافقة والدعم التقنيك كذلك نقوم به على مستوى الصندوق هل فيه إقباله ربما من طرف المستثمرين أو فيه زيادة ربما من طرف إقبال المستثمرين أو الشباب ربما رغبين في تجسيد ربما أفكار أو مشاريع استثمارية على صندوقكم سيد خالف أكيد فيه طلب كبير ولكن غير كافي لأنه التحدي كبير جدا وبناء نسيج تعمل أساس المتوسط يكون في المساواة يحتاج مساهمة الجميع فبالتالي احنا تواجدنا اليوم معكم هنا في قناة مثل قناتكم حتى نجوزوا الميساج يعني نجوزوا الرسالة لأصحاب المشاريع لرهم يستمعوا فينا ويتفرجوا فينا وعندهم مشاريع استثمارية وعندهم النقص في الضمانات وما مش قادرين يحقوا المشاريع التحهم يجيوا نرفقوهم عندنا وكالة جهوية في ورغلا في بسكرا في ورن في عنابة رأي تستقبل هذ المستمارين وتشد عليهم الملفات وحتى دراس الملفات رأنا نرجعه للمستمارين لما يكون الملف كاملا خمسان شنيو كأقصى التقدير نعطيهم نعطيهم لوفرد القارونتي دراس المشروع يجوز في لجنة على مساوى الصندوق اللي نترأسها هنا نمدوا لهم الضمان في خمسان شنيو كأقصى التقدير فالأمورة سهلة لأن المستمارين عندنا منظرة بيروقراطية للاستثمار نحن نستطيع بيروقراطية زي الانفستيس والنحية والجانب البيروقراطي هذا الأبواب مفتوحة يجي ونستقبلهم ونستقبلهم المدارة كل أبواب مفتوحة كل أيام الأسبوع نستقبل المستثمرين لأنه ما جايش أنه يجيك المستثمرين تقولوا ليون ماشي ومستقبله واللي بعد أسبوع فالأبواب مفتوحة وكل إمكانية الموضوعات حتى التصرف أعتقد أنه حتى المستثمر اليوم أصبح يمكن أن يقدم طلب لدراسة مشروع عبر الإنترنت عبر موقع ندريها طريق الموقع تعلق الصندوق يقدم يقدر يدير سيميولاسيون يقدر يدير وشاح يديك ضمان يدير عملية يسجل وبعدين يقدر يبعط الملف وندرسوه ونعطيه له الموافقة على أساس هذا المشروع حتى نسهلوا ونقربوا لأنه رأس المال جبان كما يقول لك والمستثمرين ما رأهمش بزاف للأسف لازم نشجع الناس نشجع الشباب خاصة أن نشجع الشباب لداروا قروض فرنساج ونجحوا ونحبوا ديروا توسعة عن نشاط التحميل يكون إليهم يجيوا للصندوق ونرفقوهم بقيمات مالية أكبر من أجل تطوير نشاط التحميل أن هناك كثير من المشاريع لإنتحدث في هذا الإطار سيد خالف إذن صندوق لديه تجربة الآن في مرافقة ربما تلخصها في نصائح وأرشدات ربما الشباب أو المستثمرين الذين يتابعون الآن في هذه الحصة فيما يخص بنوعية المشاريع والأفكار التي يجب اليوم أن تجسد على شكلات مؤسسات صغيرة متوسطة نعم أنه فيها العديد من المشاريع متشابهة اليوم يعني في إشباع في بعض المشاريع اليوم برعيك ما هي القطاعات أو المشاريع التي يجب أن نستمر فيها يعني التي تكون فيها مردودية للمستثمر بالدرجة الأولى وبالاقتصاد الوطني وتنويع الاقتصاد الوطني بالدرجة الثانية سيد خالف حقيقة كنت تكلم تقبل قلت لكم كان هناك قطاعات أولوية في لحة في لحة وسياحة البارح شفت روبرتاج في تليفزيون في ولاية تيارت يشكيوا بغياب غرف تبريد يشكيوا غياب وحدات تحويل المنتجات الغذائية المشكلة التي نحن لدينا الوفرة تكون في الفصل مثلا فاكهة تكون في الفصل التحاموج ولكن لما يروح للفصل ما كان يعني معنى قدرات على التبريد معنى تحويل كذلك فالصناعة التحويلية محبت بها فغرف التبريد كذلك محول بها مرحب بها قطاع السياحة كذلك قطاع خلاق لمناصب الشوال خلاق للثروة ويعتبر تحدي كبير لازم نسهمه فيه كذلك يمكن أنهم يتوجهوا لي كل ما هو في إطار المناولة كان مشاريع سيناعية كبرى راح تنطلق في السيارات في غيرها فقطاع المناولة يقدر أن نوجه الشباب له ونحن رأنا هنا باش نرفقهم وكان حاجة جديدة ربما في القانون توجيه الجديد تلك المستقبل التوسط هي صناديق الانطلاق لفوندامورس هذه حاجة جديدة يعني جات في إطار القانون الجديد تمول مؤسسة ناشئة فبعد الأحيان أنا جينيروان انفورماتيك يكمل في باب الزوار وليف هو السمار وعنده يني ديتا تعالو جيسيال ولا يطور أي شيء لكن ما عندوش ربما ما عندوش كانت بغلا برسة مئتين وسبعين لحنا عندو حدة حاجة فالدولة وضعت هات الصندوق باش تحفزوا دعم مثل هات المشاريع للشباب للستارتوب عندنا مشات المؤسسات عندنا مراكز تسهيل المفروض المؤسسة غير متوسطة ما هي الكمية المالية والقدرة المالية يمكن أن يقدمها هذا الصندوق سيد خالف والله ما زال ما زال أمور يقيد الدراسة مراحة تكون في بعض الأحيان تصيب مشروع باش ينطلق يحتاج مليون دينار مثلا مليون سنتيم ولا مليار سنتيم فتتنوع الاحتياجات ولكن لما ينجح الستارتوب تنجح يجين بعد الدور نحنا نعم صندوق دام القروض يحب يوسع الإنتاج يجين نرافقوها كذلك لقرض أكبر يوصل حتى العشر مليار والعشرين مليار نرافقوها عن طريق الضمان البنكية ما هي القدرة المالية التي يمكن يضمانها فيها صندوق كأقصى حد اليوم سيد خالف هو الآن فعندنا نحنا زوج منتوجات عنا منتوج خاص بصندوق دامان القروض وعنا منتوج خاص باتحاد الأوروبي نعم نفصل فيما يخص صندوق دامان القروض اللي نخدمه بالإعانة اللي اعطاعتها لنا الدولة نقدر نروح حتى المئة مليون دينار ضمان عشر ملايين سنتيم ضمان في الإنشاء ولا في التوسعة ولا في تجديد العتاد نعم أما المنتوج التاني اللي هو تعالإتحاد الأوروبي لأنه كان هناك برنامج ميدا لما جاء الإتحاد الأوروبي خلا قيمة مالية تاعة خمسناشم مليون أورو على مساوى الصندوق بها لنقدمه نقدمه ضامنات المؤسسات ولكن المنتوج تعالي الميدا يمس فقط توسعة ما يمس الإنشاء مثلا إذا جاء واحد ينشاء يدير مؤسسة يقول لك أن نروح الميدا ما يقدرش لأنه ميدا شرطه علينا قال لك غير مالية توسعة الناشاط وفي ميدا نقدروا رحوا حتى الـ 25 مليار سنتيم 250 مليون دينار نعطيك رقم متوسط الضمان اللي يطلبوه المؤسسة غير متوسطة عندما يتجاوش 25 مليون دينار رغم أننا نطلعنا فلسوي ولكن أغلبية المؤسسة غير متوسطة لا تجاوز 25 مليون دينار فحاجة تحفز هذه تحفزنا بشأننا نفيدوا أكبر عدد من المؤسسة غير متوسطة وأنا أشكره في الجزيرة شكر سيد خالف عبد الرؤوف أنت المدير العام لصندوق طمان القروض للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة شكرا جزيلا لك لك دعوة على كل هذه المعلومات والتوضيحات شكرا وشهدنا فاضل شكرا وموصولنا لكم أنتم كذلك على طيب الإصغاء والمتابعة نلتقيدنا الأسبوع المقبل في أمان الله شكرا